حدثنا ابو كامل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شيهاب ويعقوب حدثنا ابي عن ابن شيهاب عن خارجة ابن زيدي بن ثابت عن ام العلاء الانصارية وهي امرأة من نسائهم قال يعقوب اخبرته انها باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن مضعوء في السكن قال يعقوب طار لهم في السكن حين اقترعت الانصار على سكن المهاجرين قالت ام العلاء فاشتك عثمان بن مضعوء عندنا فمرضناه حتى اذا توفي ادرجناه في اثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا ابا السائب شهادة عليك لقد اكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يدريك ان الله اكرمه قالت فقلت لا ادري بابي انت وامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هو فقد جاءه اليقين من ربه واني لا ارجو الخير له والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي قال يعقوب به قالت والله لا ازكي احدا بعده ابدا فاحزنني ذلك فنمت فاريت لعثمان عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة ابن زيد قال كانت ام العلاء الانصارية تقول لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الانصار على سكنهم فطار لنا عثمان بن مضعوء في السكن فذكرت الحديث الا انه قال ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بيكم حثنا يونس بن محمد حدثنا ليث بن سعد حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن ابي النظري عن خارجة ابن زيد عن امه قالت ان عثمان بن مضعوء لما قبض قالت ام خارجة ابن زيد انطبت ابا السائبي خير ايامك الخير فسامعها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قالت انا قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك فقلت يا رسول الله عثمان بن مضعوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل عثمان بن مضعوء ما رأينا الا خيرا وهذا انا رسول الله والله ما ادري ما يصنع بي